شهر شعبان وقبل رمضان توفيت زوجته أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم مرضت ثم توفيت صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحزن عثمان بن عفان رضي الله عنه فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عثمان حزين على فراق أم كلثوم قال يا عثمان لو كان عندنا ثالثة لازوجناكها طبعا عثمان رضي الله عنه بعد ذلك تزوج بست نساء على فترات متباعدة طبعا من هنا فاخته بنت غزوان أخت الصحابي البطل عتباه بن غزوان وأم البنين بنت الرجل المعروف عينها بن حصن الفزاري ورملة بنت شيبها بالربيعة الذي قتل حمزة رضي الله عنه في بدر وكذلك نائلة بنت الفرافصة وهي كانت نصرانية تزوجها عثمان بعدما أصبح خليفة ترجمة نانسي قنقر